إلى ميدان المنافسة بأرقام ذهبية وعقول من الذهب يحمل جيل العراق الجديد أملا بالمنافسة رغم حياة قاسية يدخلون الإمارات العربية المتحدة في مسابقة الحسابات الذهنية والنصر طموحهم المسابقة التي يشارك بها أكثر من بلد عربي وعالمي لكن بغداد، كربلاء، صلاح الدين وكركوك كان لأطفالها بصمة واضحة بصمة ذهبية بأطفال رفعوا الراية فحققوا الإنجاز العلمي والإبداع ليسجلوا اسم العراق في قائمة المراكز الأولى مركز التنمية والإبداع الدولي في العراق الذي يفتح أبوابه لمبدعي الجيل العراقي وثق الحكاية والفرحة فكانت الصورة مزينة بعلم البلاد وكان مكوك الذكاء حاضرا، فاعلا، مذهلا لمشاركين ومراقبين أثناء المسابقة في عشر دقائق فقط أنجز أربعة عشر طفلا عراقيا حل أربعمائة معادلة رياضية الفريق العراقي حصد لقب البطل بمنافسة مع ستة عشرة دولة مختلفة إنجاز يحقق المقولة التي تعكس همم العراقيين وتاريخهم العريق تلك التي يؤمن شعبها بأن على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ما يستحق النجاح ترجمة نانسي قنع